لماذا يقترض رسول الله وهو في ذلك اليوم حاكم تجبى إليه الأموال الكثيرة الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يدخر شيئا من الأموال التي تجبى إليه يفرقها في نفس الوقت إلى المحتاجين وإلى المصالح الإسلامية وإلى مصالح المسلمين فيما يحتاجه المسلمون في أمورهم العامة أو في أمورهم الخاصة فلذا لم يكن يبقى عند رسول الله شيء وإذا احتاج إلى نفسه معيشته الشخصية أو أراد أن يعطي لبعض المسلمين ممن يحتاجون كان يقترض وقد تكرر ذلك في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله ترجمة نانسي قنقر